في المستقبل القريب حيث التكنولوجيا وصلت إلى ذروة لم يتخيلها أحد كان إيلون ماسك الملياردير العبقري والمبتكر الشهير يسعى إلى تحقيق المستحيل بعد أن غزى الفضاء وأسس مستعمرات على المريخ كان يبحث عن تحدي جديد يرفع به اسمه في التاريخ إلى مستوى آخر هذا التحدي لم يكن متعلقا بالعلم أو الفضاء بل كان شيئا أكثر جرأة وأكبر خطرا في إحدى الليالي بينما كان ماسك يقرأ عن التاريخ القديم والآثار وقع على فكرة جريئة ماذا لو استطاع الوصول إلى قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أعماق مخيلته المشوهة رأى ذلك ليس كعمل تدنيس بل كاختبار لقدرة التكنولوجيا التي اخترعها أراد أن يرى إن كان بالإمكان أن يتجاوز كل الحواجز البشرية والإلهية للوصول إلى شيء يعتبره الناس من أقدس المقدسات أرسل إيلون فريقا سريا من العلماء والمهندسين لبناء آلة حفر متطورة يمكنها تجاوز كل العقبات تحت الأرض أطلق عليها سميغرافرون وهي آلة مزودة بالليزر والطاقة النووية الصغيرة قادرة على حفر أعمق الأنفاق في العالم دون أن تحدث ضجيجا أو تلفت الأنظار كان هدفه هو حفر نفق من نقطة سرية خارج المدينة المنورة وصولا إلى قلب المسجد النبوي حيث يرقد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الفريق العمل في سرية تامة مختبئين بعيدا عن الأعين مستخدمين تقنيات التمويه والتخفي المتقدمة تم توجيه غرافرون تحت الأرض ببطء ودقة مذهلة تتجنب الأنفاق المائية والصخور الصلبة وأي عقبات طبيعية لم يكن هناك شيء قادر على إيقاف هذه الآلة ومع كل خطوة كان فريق إيلون يشعرون بتوتر غريب وكأن هناك قوة غير مرئية تعترض طريقهم بعضهم بدأ يرى أحلاما مرعبة في الليل حيث كانوا يرون نورا قويا يتجه نحوهم وصوتا يقول ارجعوا غير أن إيلون لم يكن يؤمن بالخرافات بالنسبة له كانت هذه مجرد صدفة أو إجهاد ذهني ودفع الفريق للعمل بجدية أكبر مرت الأيام والأسابيع وكان النفق يقترب ببطء من هدفه وكلما اقتربوا من المسجد النبوي زادت الأجواء غرابة كانت الأجهزة الإلكترونية تبدأ بالعمل بشكل غير منتظم والبوصلة كانت تفقد اتجاهها الأرض نفسها بدت وكأنها تهتز قليلا في بعض الأوقات لكن إيلون استمر في تجاهل كل هذه العلامات في يوم من الأيام عندما كانت غرافرون على بعد أمتار قليلة من الوصول إلى موقع القبر حدث شيء غير متوقع فجأة توقفت الآلة عن العمل كانت جميع الأنظمة متوقفة والأضواء الحمراء تومض بلا توقف حاول المهندسون إعادة تشغيلها لكن بلا جدوى كان من المستحيل أن تتعطل هذه الآلة المتقدمة بهذه الطريقة بينما كان الجميع في حالة ارتباك بدأ ضوء غريب ينبعث من أعماق النفق كان ضوءا ساطعا جدا لكنه لم يكن مؤلما للعينين انتشر بسرعة عبر الممرات ووصل إلى مكان فريق الحفر حاول الجميع الهروب لكن أجسادهم لم تستجب كانوا متجمدين في أماكنهم غير قادرين على الحركة ثم ظهر مشهد غريب أمام أعينهم رأوا جدران النفق تتحول إلى مرآة عاكسة تعكس صورا من الماضي صور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الحق والإيمان ثم صور للمسجد النبوي وهو يبنى على مر العصور وكلما اقتربت الصور من الحاضر كان الضوء يزداد سطوعا في تلك اللحظة سمعوا صوتا قويا كأنه قادم من السماء والأرض في آن واحد كان الصوت يقول هذا مكان محفوظ بالقدر من يحاول تدنيسه لن يخرج سالما فجأة بدأت الأرض تهتز بقوة وأخذت الآلة جرافرون تغرق في الرمال وكأنها تبتلع حاول الفريق الهروب لكن الأرض منعتهم من التحرك في لحظة انهار النفق بأكمله على رؤوسهم وأصبحوا محاصرين في ظلام دامس أما إيلون الذي كان يراقب كل شيء من بعيد عبر كاميرات متقدمة فقد رأى ما لم يكن يتوقعه بدلا من أن يشاهد انهيار النفق رأى كائنات من نور تحيط بالنفق وتمنع انهياره على المسجد الكاميرات انفجرت فجأة وتحولت الشاشة أمامه إلى سواد دامس في تلك اللحظة أدرك أن ما كان يفعله لم يكن مجرد تجربة تكنولوجية بل كان تحديا لقوة أكبر من كل التكنولوجيا التي اخترعها بعد هذه الحادثة اختفى إيلون عن الأنظار لفترة طويلة لم يتحدث أحد عن الحادثة ولم يعلن عنها في وسائل الإعلام كانت كل الأدلة على المشروع قد اختفت تماما لكن القصة انتشرت بين العاملين في الفريق الناجين وتناقلها الناس في المدينة المنورة حتى أصبحت أسطورة تحكى للأجيال القادمة أما إيلون فقد عاد في النهاية إلى الأضواء لكنه لم يكن الشخص نفسه أصبح شخصا منعزلا لا يتحدث كثيرا عن خططه المستقبلية ولا يناقش مشاريع جديدة لقد أدرك أنه مهما بلغ تقدم التكنولوجيا فإن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها وقوة خفية تحرس ما هو مقدس وتمنع من يتجرأ على المساس به وبرغم كل هذا بأيت قصة محاولة إيلون سرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تذكيرا بأن ما هو مقدس لا يمكن الوصول إليه لا بواسطة التكنولوجيا ولا بالقوة البشرية في قديم الزمان في المدينة المنورة كانت الجدران العتيقة تحكي حكايات قديمة عن النور والبركة التي تجسدت في الأرض حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن هناك ظلالا لم تخل منها هذه الأرض المباركة بين تلك الظلال كان هناك رجل غامض يدعى مالك مشهور بين أقرانه بجشعه وشجاعته المفرطة كان يملك قلبا صلبا كالصخر ولا يهاب شيئا في يوم من الأيام سمع مالك عن الكنوز التي يعتقد أنها دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن يكون هذا الحديث درسا للإيمان والخشوع تحولت الفكرة إلى وسواس شرير في ذهنه بدأ مالك يخطط لأخطر جريمة في تاريخ البشرية سرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الحراسة حول المسجد النبوي شديدة وأنه لا يمكنه الاقتراب من الضريح مباشرة لذلك وضع خطة ماكرة سيحفر نفقا تحت الأرض للوصول إلى القبر كان يعتقد أن هذا الطريق سيكون آمنا وخاليا من العيون المتلصصة بدأ مالك بحفر النفق من مكان بعيد خارج المدينة ليضمن عدم اكتشافه كان يعمل ليلا ونهارا يخطط بعناية ويجمع الأدوات وكأنه مسحور بفكرة الوصول إلى القبر مرت أيام وأسابيع ومالك يقترب شيئا فشيئا من هدفه كان يشعر بالتوتر الشديد لكن الطمع كان يغذي قلبه بمزيد من الحماسة وفي ليلة مظلمة حالكة عندما اقترب من هدفه المنشود أحس مالك بشيء غريب الأرض تحت قدميه بدأت تهتز بشكل طفيف ولكنه تجاهل ذلك مستمرا في الحفر